الأستاذ عماد الأزرق رئيس مركز التحرير للدراسات والبحوث والمتخصص في الشأن الصيني مساء الخير يا فن مساء الخير يا فن يعني الحديث حوله أنه إحنا أي تصعيد بنحذر الغرب من أي تصعيد وأن الجيش التحرير يستعد لأعمال قتالية حقيقية هل ده تصعيد تجاه الموقف الأمريكي ولا هو مساندة لروسيا ولا إيه بالضبط تفسيره إيه عند حضرتك فيها يمكن التصريحات التي صدت اليوم عن رئيس صيني شيلين بنغ هي بتأتي في إطار عدة مناسبات صينية أولها الاقتراب من عقاد المؤتمر الوطني العشرين المقرر في يوم 16 أكتوبر مؤتمر الوطني لإيه؟ المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي للحزب الشيوعي كمان العشرين المقرر من عقاده 16 أكتوبر القادم وهو مؤتمر يوعد كل خمس سنوات وهو يرسم سياسة استراتيجات الصين خلال الخمس سنوات القادمة وهو اجتماع وفي غاية الأهمية لأنه برحادة استراتيجات الصين بعد نجاحها في إنجاز الهدف المئة والأولي لإنجاز المجتمع رديد الحياة على نحو الشامس الصين والقضاء على الفاقة تماماً والاستعداد الهدف المئة والثاني الذي تعتدم الصين القيام به أو الوفاء به في عام 1949 بإنجاز دولة اشتراقية قوية متحضرة طب يريد حضرتك تقول لي يعني ما موأمت ما نتحدث عنه من هذه المناسبات اللي لازم ندعم فيها المبادئ اللي أرسي على أساسها إنشاء الحزب الشيوعي لكن قولي بقى مدى موأمت ده للموقف الحالي على الأرض هل ده يعتبر تصعيد ضد التصريحات الأمريكية جو بايدن النهاردة ألف الأمم المتحدة إحنا لا نسعى للدخول في حرب باردة مع الصين روسيا بتساعد وطبعاً معروف إن الصين بتساندها بتساعد وعمل تعبئة عسكرية جزئية رأيك إيه شايف إيه في الخريطة بالتأكيد يعني الصين يعني منذ الزهل قامت لها قامت بانان سبولة إلى طيوان والصين تبضي وتبرز مظاهر قواتها العسكرية على غير عادتها في الفترة المدانية هي المناورات من خلال كثيمة تدريبات في بحر الصين الجنوب البحر الصين الشرطوها في الكرد من طيوان الصين حريصة على أن تفكر رسالة على أماها على استعداد وزيد بساعة الصين يصلح من قبل أنه لا يريد دخل في حرب ولكنه لا يخشى أن يدخل في أي حرب أياً كانت وبالتالي الصين يعني تستعد أو تبرز استعدادها للطعبات التي تحدث في المنطقة واحتمال تدور الوضع وتدور الأوضاع الأمنية في المنطقة مع إعلان روسيا حالة التأهب وحالة التأهب الجزئية في الاحتياط الروسي وإمكانية تدور الأوضاع الأمنية طيب فأنا بشكر حضرتك وضحت الفكرة شكرا جزيلا أستاذ عماد الأزر رئيس مركز تحرير للدراسات والبحوث والمتخصص في الشأن الصين اشتركوا في القناة